هنا بقى في ملحوظة صغيرة عايز ألحضرتك عليها أنا دلوقتي ابني عنده التهابات غيرت الحفاظة بتاعته وجيت عملت إيه بقى غسلت كويس جداً أمسح بقى بالوايبس المناديل اللي هي المبللة دي ولا أخسل وده أفضل بقى تحت الميا الجارية لأن الحتة دي فيه ناس كتير ما بياخدوش بالهم منها الأمهات اللي لسه جدال فالأفضل ديه أرجوكي أنا ضد الوايبس تماماً اللي اسمها يعني المناديل المبللة بالضبط وخصوصاً اللي فيها مواد مطهرة إحنا عندنا أفكار غريبة في مصر أطهر عشان مكروبة أنت طهر إيه؟ هو إحنا أنت في البيت بتحديدك فيه وباء أكيد مفيش صح ليه؟ صح بصي حديثك قطنة فوطة قماش وحطها تحت الحنفية المياه الدافية مش السخنة فترة الدافية تمام وأخسل بيها ونشف تمام هتقولي طب أصلحنا برا البيت في النادي أوكي برضو الفوطة وأروح بالله في الحماقة في هتا ونظف له طيب لو المكان لنا فيه مفوش مياه فترة أقدر أستخدم المياه عادي جداً لا أقدر أتحرقه عادي تمام؟ ونظف بالمكان وأرمي إنما بلاش الممنوع الوايبس آه طبعاً المناديل المبللة دي ولا فيه فيه ساعات فيها حيات فيها كحول سبارة طبعاً ممنوع ممنوع لو فيه لتهابات طب ناخد حيات